في إطار تزويد موظفي القطاع العام بالمهارات والمعارف اللازمة والمرتبطة بمهامهم الوظيفية أطلقت المدرسة الوطنية للإدارة الدفعة الثانية من الموظفين المتدربين حاملين درجة سيل تلقي تدريبات في مواضيع الإدارة العامة حيث افتتح الدورة رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية موسى أبو زيد في مقرها الجديد في قرية أبو شخادم شمال غربي رام الله يشارك في هذا البرنامج ثمانية متدرب من كاف معظم الوزرات والمؤسسات الحكومية يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في الدارة الوسطى كونها فئة إدارة مهمة ومحورية لتحقيق المؤسسات الحكومية إلى أهدافها المتدربون سيتلقون تدريبات في مواضيع مختلفة كالحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعالة والاتصال والتواصل وغيرها من المواضيع التي تطور من مهاراتهم للقيام بالوظائف على أكمل وجه شوفي في البداية هيئة مش أول مرة أنا بشارك في تدريب تابع للهيئة الوطنية وهو الهدف منه تطوير الموظف بشكل عام وتحسين أداؤه ولتأدية خدمة للجمهور بشكل أفضل على مستوى يليك فينا كحكومة في المستقبل التدريب سيقوم عليه مدربون تابعون للمدرسة الوطنية وهم بالأساس موظفون حكوميون تم اختيارهم وتدريبهم بشكل مكثف على مستوى عالن على مدار أكثر من سنتين هم مدربين من نفس فئة المستهدفة وبالتالي هم الأقدر على معرفة احتياجات هذه الفئة طبعاً إحنا من المشروع هذا هو واحد من أكبر المشاريع التي تنفذها المدرسة إضافة إلى برامج كثيرة هذا المشروع يستهدف أكثر من 1200 مدير سي في الخدمة المدنية في فلسطين هذا وتعرف المتدربون على إدارات المدرسة الوطنية وطلقوا شروحات عن أقسامها وطبيعة عملها حيث ستكون مقر التدريب الذي سيستمر لشهر كامل هدي الشوامر تلفزون فلسطين